شهدت دبي حدثا ترافق مع احتفالات الامارة بافتتاح برج خليفة الذي يعد اطول مبنى على وجه الارض وذلك بتحتيم رقم قياسي جديد في القفض المظلي الحر حيث قام المظلي السعودي عمر الحجيلان في القفض من سارية البرج الذي يبلغ طوله 828 مترا اشارك مع الحجيلان المظلي الامارتي ناصر النيادي ونجح البطلان في اتمام القفض خلال عشر ثوان من سقوط الحر وبين 30 الى 40 ثانية من التحليق بالمظلات ويعد الحجيلان من ابطال العالم في القفض المظلي فقد احلز في تركيا عام 96 المركز الاول وبطولة العالم شكرا للمشاهدة